اشتركوا في القناة صحة وسعادة اسبوع الذي نتمنى ان شاء الله يكون اسبوع حافل بالتفاؤل بالانجازات وبالايجابية بالانجازات ليش؟ لان في حلقة اليوم عندنا العديد من الانجازات المستعرضة او هذا الاسبوع عموما في انجازات كثيرة تحققت من استعرض واحدة منها في حلقتنا اليوم لكن قبل ذلك خلونا نرحب بمخرجنا استاذ عيسى سبيل معنا في الاخراج وفي التنسيق لخة اشواق مسعد وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي ومثل ما عودناكم ايضا هذه تحايا طاقم الاعداد في قسم الاعلام بادارة التسويق والاتصال المؤسسي طبعا مثل ما عودناكم دائما مستمعين نطلع في بداية هذه الحلقة بمجموعة من اهم الاخبار اللي زودتنا بها الصحف المحلية ووكالات الانباء العالمية ايضا بما ان اليوم الاحد فاليوم يعني يطلع مع صحيفة البيان ملحق البيان الصحي اللي يطلعك اليوم احد بتعاون وثيق ما بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان طبعا من الاخبار اللي في هذا الملحق وقلنا لكم من اسبوع انجازات اول خبر خذناه هو عشر مراكز في هيئة الصحة بدبي تحصل على الاعتماد الدولي حيث حققت هيئة الصحة بدبي قفزة مهمة على طريق التنافسية العالمية وحصلت عشرة مراكز من مراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة للهيئة على الاعتماد الدولي جي سي آي اي صح اسمتشي؟ نعم زين احنا بخبركم انا منوه معايا في الاستوديو بعدين وهو احد الاعتمادات الرفيعة المستوى في العالم والتي تمنح للمراكز الصحية الراقية والفائقة والتي تتسم بتكامل خدماتها وحداثة تجهيزاتها وكفاءة الكوادر البشرية القائمة عليها وتطبق الجهة المانحة معايير صارمة في منح شهادات الاعتماد الدولي للمستشيات والمراكز الصحية والانظمة والوكالات الطبية والوزارات المعنية والاكاديميات والجامعات البحثية والخدمية في اكثر من مئة دولة وشملت قائمة المراكز المعتمدة ند الحمر البدع البرشة الخوانيج اللي سيلي المنزر المنخول المزهر الصفة والطوار وقد جاء الاعتماد بعد التدقيق شديد من قبل لجان التقييم الدولية التابعة للمؤسسة طبعا انا بخبركم على موضوع التقييم الشديد هذا خلني خلص الخبر بقولكم سالفة المهم اكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس اليدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي ان تكامل اي منظومة صحية في العالم يعتمد على التطور الشامل لقطاعات الرعاية الصحية الاولية ومنهجيات التدريب والتعليم المستمر الذي يصل بالمؤسسة الصحية الى افضل الممارسات وقال ان هذا الانجاز يأتي ضمن توجهات حكومة دبي الاستراتيجية الهادفة الى اعتماد المشاءات الصحية دوليا كما ان الانجاز يؤكد ان مراكزنا لديها القدرة على المنافسة عالميا وما يضمن توافر المعايير الدولية في خدماتها وقبل ذلك طبعا الرعاية الكريمة التي تحظى بها الهيئة من سيد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي وعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب وحاكم دبي وزير المالية طبعا انا قلت معلق على موضوع انه كان فيه تدقيق شديد من قبل اللجان اللجان التقييم الدولية التابعة لهذه المؤسسة يخبروني الدكاترا اثناء التقييم طبعا كانت تتيني الصور انا عن طريق الواتساب اشوف التقييم كانوا المقيمين يبطلون الصكف يطالعون وانت بكرامة المجار الصحية يعني يقيمون كل شي في المركز فمن بين الاشياء كانوا يقولولهم نحن نحن موجودين هنا على اساس انه نخلي خدماتكم افضل فردت عليه وحده من الدكات رقعت له نحن نبحث ان نكون الافضل والرقم واحد فشوفوا الفكر اللي موجود عند هؤلاء الموظفين فبطبيعة الحال يعني انا اتصور اذا انا كنت في مكان هذا المقيم بقول يا جماعة الخير يعني هذين الناس يعني مختلفين تماما وهم امريكان على فكرة يعني كانوا يعي من امريكا وقيموا وطلعوا بانطباعات اللهم لك الحمد انطباعات جدا جيدة عن دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام وعن دبي بشكل خاص وايضا من بين الاشياء اللي كانوا يقولون ان بالفعل يعني نشوفكم متقدمين وايد على كثير من الدول اللي زرناهم وقيمناهم ومن ضمنها يعني الدول اللي هما يعي منها بعث في مستشفيات هما يعي منها نحن كنا وايد من تقدمين عليهم فليش نقولكم هذا الكلام وما يعني الواحد شاته مجروح اذا بيتكلم بس على اساس اننا نعرف يا جماعة الخير نحن الحكومة يزاه الله خير ممقصرة مقدمة كل التساهل وكل الاشياء اللي تسعى بقدر الامكان ان نتقدم مثل هذه الخدمات لهذا المواطن اللي يعيش في رخاء وسعادة نروح لخبر ثاني يقول لك علكة الانسولين بدل حبوب الحقن الحبوبة والحقن هذا انا قريت الاسبوع للطف اسمع عليه بقرام مرة ثانية الاعداد حاطيني اياه مرة ثانية فيقول اهلنا صيدة لامريكي اكتشافه طريقة جديدة لإدخال مادة الانسولين الى الجسم عن طريق مضغ الكه بدل الادوية الاخرى كالحقن والحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم طبعا روبرت دويري من جامعة سايروكوس في نيويورك قال ان لدي حل محتمل ومشكلة ان الجسم لديه آلية معينة لحماية وامتصاص الجزئيات القيمة لما تتعرض له من تلف عند وصولها الى الامعاء مضيفا ان العلكة التي اختراعها تساعد الجسم على امتصاص الانسولين بالشكل المطلوب طيب المعروف يعني الخبر كله كان يتكلم انه هناك مرضى كثيرين يفضلون استخدام حبة انسولين عن طريق الفم بعض الدراسات ذكرت ان الانسولين يمكن ان يتحول بسهولة الى اجزاء صغيرة بواسطة الجهاز الهضمي وبان مجرى الدم لا يمتصل الانزيمات الحية اللي يحتاجها خبر جميل بعد يقولك دواء جديد لعلاج الكآبة خلال يوم واحد اعلن علماء جامعة ميرلند الامريكية انهم ابتكروا دواء مضادا للكآبة يمكنه علاج المصابين بهذا المرض نفسي خلال 24 ساعة فقط ويذكر ان مفعول الادوي والعقاقير مستخدم حاليا في علاج المصابين بالكآبة يظهر بعد ثلاث لين اربع اشهر ولكن علماء تلك الجامعة يؤكدون ان المستحضر الذي ابتكروه يؤثر بالصورة المباشرة في المراكز الدماغية المسؤولة عن مزاج الانسان بعد النتاج الايجابية لاختبار الدواء على القوارض المخبرية بدأ اختباره على المتطوعين مصابين بالكآبة وجاءت النتاج ايجابية ايضا وتؤكد فعليته وعدم وجود اعراض جانبية له فسوف يعني لم يتأكدون من هذا الشيء سوف يستخدم في علاج المصابين بالكآبة حسن معطيات منظمة الصحة العالمية انتحر 800 الف شخص في العالم كانوا مصابين بالكآبة خلال عام 2014 اي لان هذا الدواء ان لهذا الدواء اهمية كبيرة وانا بينه بينكم اقولكم الواحد يعني اللي يهتم بصلاة يهتم بدينه ما بيحتاج مثل هذه الادوية يعني المسألة هي مسألة التفكير الايجابي الواحد كيف يقدر يفكر دائما بايجابية يفكر دائما بتفاؤل وايضا يحاول قدر الامكان انه يزرع السعادة في قلوب الناس اللي حاوالي لان بهذا الشكل هو يزرع السعادة في داخله عموما في عندنا فاصل توعوي عيسى ولا في عندنا فاصل اذا خلونا نسمع هذا الفاصل التوعوي مستمعين وبعدها ما نطلع فاصل تجاري وعاقب الفاصل تجاري في بداية الحلقة نسألت شخص عندي في الستوديو بيطلع عن معلومة هل المعلومة سليمة الشر هي مادر اذا اطلع صوت سمعتوا ولا لا لكن انصحكم انكم اتابعوني بعد هذا الفاصل لان الموضوع اللي عندنا موضوع جدا قيم موضوع يرفع راس كل اماراتي فوق انجاز عالمي تحقق في هيئة الصحة في دبي على يد احد الاطباء المواطنين اللي يعني فخورين جدا بهذا النموذج الرائع والراقي والمميز اقول اسمع عيسى ولا ما اقول بعد الفاصل انزل عقب الفاصل عيسى يقول لي يقول انه بيكون معنا تابعونا على هذا الفلر وبعدين ما ارجع لكم ان شاء الله اليوم رح احكيكم عن جندي مجهول اللي هو دور كتير كبير بتخزينه ضبط الطاقة بالجسم وعدة وظايف تانية وهو الماقنيزيوم الانسان البالغ عنده بجسمه ما بين 22 و 26 جرام من الماقنيزيوم 60 بالمية منه موجود بالهايكل العظمي ويمكن انت يا سعيد عم بتقول انه شو هالرقم القليل بس الماقنيزيوم عامل محفز لاكثر من 300 انزيم بالجسم وخاصة المرفضة بانتاج الطاقة وهو بلعب دور بتكوين العظام وبساعد على هضم الكرباهيدرات والمعادن وانتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وبيحمي الأنسج الرئيئة والشرايين جسمك يا سعيد بيحتاج يومياً ما بين 300 إلى 400 ميلي جرام من الماقنيزيوم وهالكمية بتاخدها لما بتاكل سبانخ، بروكالي، فاصولية، نعنى أو حبق وحبوب كاملة ولوز وحتى الكيكاو واذا بتعاني من تقلصات عضلية بالليل حاس مستوى الماقنيزيوم بجسمك ومن الأعراض الثانية الأرق والتئاب وضعف الهضم وضعف العضلات وخفاءان القلب السريع نقص الماقنيزيوم موجود ما بين 3 إلى 15% من الأشخاص وسببه هو عدم تناول أطعم الغنية بهالمعدل المفيد فكتروا أكل السبانخ والحبوب وعساكم دوم بصحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي طبعا يعني من بداية الحلقة وهو يكح فبقولكم نو معايا معايا اليوم يعني واحد من الشخصيات اللي يعني أنا كمواطن إماراتي أفتخر أن في عندنا شخصيات بهذا الحجم بهذا الإبداع بهذه القدرة على الوصول إلى العالمية حقيقة يسعدني ويشرفني أنا أستضيف معي اليوم دكتور فهد باصلي باستشاري ورئيس قسم القلب بمستشفى راشد حياك الله معنا دكتور مرحبا أخي محمود أشكرك على هالمقدمة الجميلة جزاك الله خير يعني والله أنا بعذني ما بلشت المقدمة حين أبدأ المقدمة معك دكتور طبعا مستمعين يعني شهد أكثر من عشرين ألف عالم وطبيب يمثلون نخبة أطباء قصطرة القلب في العالم ثلاث عمليات قصطرة بالغة الصعوبة أجراها مستشفى راشد التابع لهاية الصحة في دبي يوم الخميس الماضي وذلك على الهواء مباشرة حيث تم بث حي للعمليات الثلاث داخل قاعة مؤتمر القصطرة الدولي المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس والذي يعد المؤتمر الأكبر دوليا في هذا التخصص في الوقت نفسه شهد المؤتمر بشكل تتابعي بث لعمليات مماثلة من الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وألمانيا والصين وسنغافورة إلى جانب دبي التي مثلت منطقة الشرق الأوسط في هذا البث الحي غير المسبوق طبعا جاء اختيار مدينة دبي ضمن البلدان الستة الكبرى لبث مثل هذه العملية تأكيدا من قبل اللجنة العالمية المشرفة على المؤتمر على مكان الدبي الدولية ومدى تأثير طفارات النمو المتلاحقة فيها على الصعود كافة ولسيما ما يشده قطاع الصحة من توجهات حديثة لإيجاد نموذج صحي عالمي من الطراز الأول مثل ما قلنا في البداية تابع أكثر من 20 ألف عالم وطبيب متخصص في أكبر تجمع دولي لقصطرة القلب مراحل العمليات الدقيقة اللي أجراها الاستشاري ورئيس قسم أمراض القلب في مستشفى راشد دكتور فهد باصليب والفريق المعاون له أيضا فيما تولى عمليات البث الحي فريق تقني رفيع المستوى جاء من فرنسا خصيصا لإجراء هذا البث المباشر المطلوب دكتور ثلاثة عمليات صعبة يتم نقلها في مؤتمر بهذا الحجم يعني مع نخبة من الأطباء والعلماء في هذا المجال يا ترى يعني في البداية أبغي أتحدث عن هذه التجربة يا ترى شو ممكن نقول عنها ماذا تمثل هذه التجربة بسم الله الرحمن الرحيم أخوي محمود جزاك الله خير على هذا التقديم الصراحة يمثلنا الشيء الكثير ليس على المستوى الشخصي ولكن على مستوى الفريق الطبي في قسم القلب في مستشفى راشد أو في المستشفى نفسه الهيئة على مستوى الدولة كذلك وفوق هذا كله هذا يعتبر توفيق من رب العالمين وبفضل وتوجيهات القيادة الرشيدة ودعم عالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام يعني تعتبر هذا النقل الحي لأكبر مؤتمر قسطرة في العالم نقلة نوعية للخدمات الطبية المقدمة في هيئة الصحة بدبي وهذا النقل الحي وضع دبي على خارطة العالم في علم قسطرة القلب جميل دكتور أنت سويت ثلاث عمليات هذه العمليات استخدمتوا فيها تقنيات مختلفة ووحدة أنا ما أعرف شو هاي التقنيات بتشرح ليها بالتفصيل للـ FFR وتقنية التاب اللي هي تقنية الألياف الضوئية الحديثة والـ L-O-C-T واللي يعني هذه التقنية شرحتوها من خلال هذه العمليات الثلاثة خلنا نعرف أول شيء يعني ناخذ كل حالة على حدة أول عملية شو كانت شو هي الحالة شو التقنية اللي قدمتوها للمحاضرين طبعا هو الهدف من إجراء هذه العمليات هو هدف تعليمي بحث للحضور في المؤتمر كان النقل إلى القاعة الرئيسية في المؤتمر وكل حالة تعتبر منهج تعليمي لكيف إجراء مثل هذه الحالات طبعا كانت الحالة للمريض الأول مريض في الثلاثين من العمر طبعا صغير ثلاثين سنة ومسور غصف ثلاثين صغير المريض يعاني من الضغط والسكر حضر إلى المستشفى قبل أسبوعين بجلطة قلبية نتيجة انسداد في أحد الشرايين المهمة تم التعامل مع الانسداد الشرايان المسبب للجلطة في وقتها واكتشفنا خلال القصطرة التشخيصية كذلك هناك انسداد في شرايان رئيسي يعتبر الأهم بالنسبة للمريض طبعا طبقا للتوصيات العالمية في البداية تعامل مع الشرايان اللي سبب الجلطة بعد ذلك نعطي المريض فرصة حتى ترتاح عضالة القلب ومن ثم يتم إجراء الخطوة الثانية أو العملية الثانية فاخترنا هذا المريض لصغر سنة طبعا هذه من الحالات إلا من النادر أن يشوفونها بره والانسداد في الشرايان الرئيسي الأهم في هذه الحالة استخدمنا تقنية الـ FFR أو ما يعرف بفرق الضغط بين قبل وبعد الانسداد وهذا يعطيك فكرة عن أهمية هذا الانسداد في تأثير على تدفق الدم في عضلة القلب وخلال هذه العملية قمنا بشرح استخدام هذه التقنية بطريقة الـ Step by Step خطوة بخطوة حتى يتعلم منها عدد كبير لأن الهدف من هذه العمليات أن اليوم بكرة الناس اللي حاضرين في المؤتمر لما يرجع لبلده أو يرجع لمختبر القسطرة ماله يبدأ تطبيق هذه الأمور فشرحنا الموضوع خطوة بخطوة كيف يتم التعامل معها وبعد ذلك اطلب أن تركيب دعامة قمنا بتركيب الدعامة القابلة للذوبان جزئيا هناك دعامات معدنية قابلة للذوبان جزئيا وهناك دعامات بلاسكيل قابلة للذوبان كل يوم في هالحال استخدمنا لأنه كان يطلب من ناحية تقنية أن يكون دعامة معدنية لأنه حجم الشرياني كبير طبعا أنا يمكن أن أدخل في مواضيع تقنية شوية لا بالعاكس جميل لكن تبسطها لنا فتم شرح هذه خطوة بخطوة كيف تركيب الدعامة كيف طريقة وضعها في الشريان والحمد لله تمت الأمور على أحسن مايرام بفضل من توفيق رب العالمين وتعاون الفريق المعاون ولا أوجه لهم تحية الصراحة لو لهم ما تم هذا الإنجاز يعني صحيح وطبعا المريض بنج موضعي عن طريق اليد كانت عملية القسطرة وغادر المستشفى ثاني يوم يعني ممتاز طيب دكتور أنا بتناول الحالة الثانية والثالثة لكن قبل أدخل في تفاصيل حالة الثانية والثالثة بما أنها عندي دقيقة قبل الفاصل خلني أسألك سؤال دكتور الآن يعني أنت كنت تسوي عملية نزيل هذه العملية قاعد تشتغل عليها وفي حياة إنسان تحت يديك في نفس الوقت قاعد تشرح في نفس الوقت ممكن ترد على أسلة الحضور بعد كذلك أثناء العملية والمريض صاحي مو بنت كلي كان يتكلم بعد إياهم المريض شيء لا لا عساس البرايفيسي من المريض حينما نظهر لا وجهه ولا هذا طبعا خذنا موافقته وخبرنا أن هذه الأمور كيف رح تتم فكان في تعاون من المريض نفسه صراحة لأنه هيئنا للأجواء هاي والفريق مهيئ لأنه ليس بأول مرة الفريق عندنا يعمل هذه العمليات النقل المباشر عملناها قبل أمريكا كان في أول يوم رمضان العام أذكر كان قبل الأفطار بساعتين تم كذلك إلى مؤتمر العالمي الورد كونغرس في كارديولوجي عملنا بعد وعملنا لجمعية القلب الإماراتية جمعية الأوروبية الخليجية القسطرة بس هذا المؤتمر له طبيعة ثانية طبعا له طبيعة ثانية لأن هذا يعتبر المؤتمر الأهم الأهم عالميا عالميا من هذا المؤتمر تطلع التوصيات الطرق الجديدة في القسطرة البروتوكولات الجديدة كلها تعلن في هذا المؤتمر السنوي المؤتمرات الأخرى تعتبر فرعية بالنسبة لهذا واختيار إمارة دبي حقيقة لم يأتي من فراغ واختيار الفريق الطبي العامل في هيئة الصحة بدبي وخصة ذكر من ستشفى راشد يعني كذلك أيضا ما تم من فراغ دكتور فهد بصليب أنا باستكمل معك الحديث ما اضطرق إلى جوانب هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق أو حقيقة هيئة الصحة باسم إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا المؤتمر العالمي لكن من بعد ما أوقف مع فاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم مستمعين واللي عنده أي مداخلة أو أي سؤال لدكتور فهد ممكن يرسل لنا على الرقام 4006 أو عن طريق المداخل على الرقم 60055 1414 فاصل ومن ثمن واصل صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مسمعين قبل الفاصل كنا نتحدث حقيقة عن مؤتمر القصرة الدولي المنعقد اللي انعقد حقيقة في العاصمة الفرنسية باريس وكانت هيئة الصحة بدبي قد شاركت في هذا المؤتمر عبر نقل مباشر من خلال الأقمار الصناعية لثلاث عمليات قصرة قلبية معقدة من غرفة العمليات بمستشفى راشد إلى قاعات المؤتمر العالمي لأمراض القلبي فرنسا والقاع الرئيسية حقيقة في هذا المؤتمر طبعا هذا الاختيار جاء اختيار مستشفى راشد ضمن 12 مركز متخصص في 9 دول على مستوى العالم لنقل هذه الأنواع من العمليات العلاجية المتخصصة طبعا منها ثلاث مراكز خارج أوروبا وحدة منها مستشفى راشد قسم القلب في مستشفى راشد تحدثنا مع ضيفنا في الستوديو المبدع الشخصية الجميلة جدا على الصعيد المهني وايضا على الصعيد الشخصي الدكتور فهد بصليب السشاري ورئيس قسم القلب في مستشفى راشد دكتور تحدثنا عن ثلاث عمليات تم إجرائها أول عملية تكلمنا عنها اللي هي كانت بتقنية الـ FFR وشرحنا شو هي هذه التقنية العملية الثانية دكتور شو هي؟ طبعا العملية الثانية كان لمريض يبلغ من العمر ستين عاما من الجنسية الآسيوية كذلك أصيب بجلطة قلبية قبل ثلاثة سابع تم التعامل مع الشرير الرئيسي الأيمن المسبب للجلطة في وقتها وفي وقت قياسي وبعدها شفنا أن الحالة من الحالات المناسبة لإجراء النقل المباشر لأنه عنده انسداد في الشرياء الرئيسي الأمامي في عدة مناطق وانسداد طويل جدا يحتاج إلى تركيب أكثر من دعامة بطريقة الأوفرلاب اللي هي يعني دعامة وراء دعامة متتالية يعني فهذه الحالة كانت من الحالات المناسبة خاصة في الشرياء الرئيسي الأمامي لاستخدام الدعامات القابلة للذوبان كليا لأنها إذا احتاج في المستقبل أي تدخل كان بالقسطرة أو كان بطريقة القلب المفتوح فهذه الدعامة راح تختفي من الجسم خلال سنتين فعملنا هذه الطريقة طبعا كان فيها شرح تفصيلي للحضور في المؤتمر في باريس كيف تركيب هذه الدعامات اللي كان لنا الشرف إحنا في هذه الصحة أن نكون أول المستخدمين لهذه الدعامات في الشرق الأوسط جميل كنا خامس دولة على مستوى العالم نستخدم هذه التقنية في 2012 شو سمعت تقنية؟ تقنية البيابزوربوب الستنت أو الدعامات القابلة للذوبان كليا طبعا كان لنا الشرف استخدامها من سنة 2012 وأصبح لنا خبرة ولله الحمد جيدة فكان للعلم أن هذه الأمور تم شرحها بطريقة خطوة بخطوة للحضور كيفية تحضير الشريان لزراعة الدعامة كيفية عمل الأوفرلاب بتقنية الستنت بوست لأنه ما تبغي أن يكون أوفرلاب كبير جدا في الدعامتين بعد ما خلصنا استخدمنا تقنية الأو سي تي اللي هي عبارة عن الفايبر أوبتك الألياف الضوئية الألياف الضوئية حتى نشوف الشريان من داخل وكيف أن الدعامة مثبتة جيدا على جدار الشريان وهاي طبعا تعطينا فكرة حق المستقبل كيف أن كلما كانت تدعمه مثبتة جيدا كلما كان فرصة إعادة الانسداد داخل الشريان قليلة جدا فتم عمل هاي في الوقت المحدد لأنه طبعا خلال اللايف ترانزميشن أو النقل الحي عندك وقت معين يعني أنت بحكور بوقت معين لازم تخلص العملية في هذا الوقت مع الشرح مع إجابة الأسئلة لأنه بعد ما تخلص فيه سؤال وجواب بعد السلام فلابد أنت محكوم بالوقت بعد وبتوفيق من رب العالمين خلصنا على الوقت وكان فيه مجال أن ناخذ أسئلتهم وجاوبنا عليها هذا طبعا عشان تحسون نحن فينا بعد المذيعين دائما عندنا وقت معين للحلقة كل شيء عندنا يمشي بالتايم إذن بس أكد على كلامك دكتور في هذه الحالة الثانية يعني هيئة الصحة بدبي مثل ما قلت هي من أول مراكز أو أول مركز في الشرق الأوسط اللي يستخدم هذه التقنية اللي شرحت لنا إياها اللي استهدمتها في عام 2012 في 2012 جميل الحالة الثالثة دكتور حالة مريض عمره 46 سنة نعم المريض الثالث مريض يبلغ من العمر 46 سنة أدخل المستشفى قبل أيام نتيجة آلام في الصدر بعض التغير في التخطيط وجدنا أن هناك انسداد في شريان رئيسي وكذلك شريان فرعي في منطقة الالتقاء بين الشريان الرئيسي والفرعي فهذه الحالة كانت تطلب أن يحتاج المريض زرع دعامتين بطريقة تفرعية هناك عدة طرق لزرع الدعامتين في شريانين متفرعين عند نقطة الالتقاء منها طريقة التعب فكان المطلوب منه أن نشرح هذه الطريقة خطوة بخطوة للحضور وهذا اللي تم فيها العملية طبعا كان في خلال 45 دقيقة تم التعامل مع الانسداد الشريع الرئيسي والمتفرع وتركيب دعامتين بطريقة التعب أو بطريقة تفرعية ولله الحمد تمت بالتوفيق وأشاد بها الحضور ورأساء الجلسة أن هذه في العادة تأخذ وقت طويل وللحمد الله تمت في الوقت المحدد وكان هناك بالعكس في وقت متاح لإجابة الأسئلة والله دكتور يعني أنا أحيان حط نفسي في أمكانك أقول يا ربي إذا أنا سوي العملية وبث مباشر شي استواتنا العملية ولا حالة المريض شي استغابة الحمد لله وشك لله طبعا أنت لما تدخل أي عملية طبعا أول شيء توفيق من رب العالمين تتسمي وتتوكل على رب العالمين هاي واحد من الأشياء المهمة طبعا بالإضافة إلى أن تضع سيناريو لكل الاحتمالات الموجودة وطبعا قبل ما نعمل هالعمليات قبلها بأيام جلسنا مع الفريق الطبي وعجرينا كل الاحتمالات الممكنة فكل الاحتياطات كانت جاهزة ولله الحمد ولكن الحمد لله تمت الأمور بسهولة ويسر وبتوفيق من رب العالمين بدون أي مضاعفات طبعا دكتور قسم القلب في مستشفى راشد حاصل على اعتماد عالمي من الهيئة الدولية المشتركة لإعتمادات المؤسسات الصحية من عام 2009 وتم تجديد هذا الاعتماد في 2012 وانتوا الآن أمام تحدي آخر لتجديد هذا الاعتماد مرة أخرى نعم طبعا الاعتماد الدولي لأمراض الجلطات القلبية مركز راشد لأمراض القلب يعتبر المركز الوحيد في الشرق الأوسط وتاسع مركز خارج أمريكا يحصل على هذا الاعتماد من 2009 طبعا هنا الجي سي آي ينظر إلى أنك تطبق البروتوكولات العالمية في أوقات معينة وأنك تتبع التوصيات العالمية تتبع الأوقات العالمية نسبة الوفيات عندك في حدود المستوى العالمي كذلك فينظرون إلى هالأمور جميعا مع كذلك موضوع السيفتي أن تكون بيئة آمنة للمريض ولله الحمد يعني حصلنا عليه في 2009 طبعا الوصول إلى الإنجاز سعاد يكون سهل الأصعب منه الحفاظ عليه فكان عادت الاعتماد في 2012 وأحنا في طور التجديد أحين وإن شاء الله عن قريب تسمعنا أخبار طيبة بإذن الله إن شاء الله يا رب نحن سمعنا اعتماد عشرة مراكز صحية من المراكز هذا فال طيب طبعا لنا إن شاء الله ويعطينا طاقة إيجابية صحيح ودفعة قوية أن نعيد تجديد الاعتماد بإذن الله طبعا الهدف من الاعتماد الدولي هذا ليس فقط شهادة تعلق في مكاتبنا الهدف منها تقديم أفضل الخدمات للعميل اللي هو يعتبر مريضنا كل الشغل هذا اللي يجرى من أجل صحة المريض وتقديم أفضل الخدمات للمريض هذا جميل ونحن ذكرنا أن عملية التدقيق تتم بشكل كبير جدا على البروتوكولات المعتمدة في المستشفيات والمراكز اللي يتم الحصول على هذه الاعتمادات دكتور على طريق تقديم الاعتمادات وعلى طريق التركيز بالنسبة للبروتوكولات اللي موجودة الآن المرضى الثلاث كلهم طلعوا براء المستشفى موجودين بعدهم الحمد لله غادر المستشفى ثاني يوم الصبح ثاني يوم الصبح الحمد لله والشكرا هني دكتور أنا بتكلم شوية عن أمراض القلب وعمليات القلب يعني ما شاء الله قبل الواحد يوم يسوي عملية قلب يوم يسوي عملية في قلبه الآن صار بسألة بسيطة يمكن طبعا احنا ما نحب نبسط الأمور كثير حق الأخوة بس طبعا هناك تقدم كبير في التقنية في التقنية وفي علاج أمراض القلب اليوم يعني لله الحمد يعني في السابق كان المريض عندما يصاب بجلطة قلبية يعني كان ما في أي علاج متاح غير الراحة يعني أنا أكلمك في الأربعينات أو الخمسينات كان يطلب من المريض أن ينام على السرير لمدة شهر هذا العلاج في الأفلام فهذا يعني فلمدة شهر احنا بالعكس حين مريض الجلطة القلبية هناك العلاج المتاح كافة الأدوية متاحة الأبرى المذوبة للجلطة القسطرة في وقت قياسي والحمد لله يعني طبقا للتوصيات العالمية لابد أن فتح الشران يتم خلال أقل من 90 دقيقة احنا عدنا في حدود 74 دقيقة الأبرى تعطى مفروض أقل من 30 دقيقة احنا في خلال 20 دقيقة ولله الحمد يعني وبعد ذلك أن مجرد المريض معدل ثلاث إلى أربع تيام في المستشفى بعدها يغادر واحنا دايما نحاول أن نحرك المريض من ثاني يوم على طول حتى أنه ما يتعرض لأن الرقدة على السرير فترة طويلة ممكن يحصل فيها تجلط في القدمين تجلط رأوي مضاعفات كثيرة التهاب رأوي فالحركة طبعا تحت مراقبة حتى نشوف أن حالته مستقرة جدا نعدل له الأدوية بصورة جيدة حتى يكون على جرعات مناسبة وبعد ذلك عدنا في برنامج إعادة تأهيل لهذه المرضى المريض داخل المستشفى ينشاب خصائي التغذية خصائي العلاج الطبيعي بالإضافة إلى طبعا دكاترة القلب والتمريض وهذا ويزود بنشرات تعليمية حتى أنه يكون على علم بمرضه وكيف التعامل معه ومو معناته أن الواحد صابته جلطة في القلب أو مرض في القلب نهاية العالم طيب دكتور خلينا نرجع إلى قبل العملية أو قبل دخول المستشفى يا ترى ما هي الأعراض الشائعة للنوبات القلبية أو كيف ممكن نتعامل مع الحالة اللي قدامنا مع بين أو إذا أنا كانت عندي بعض الشكوك على أن أنا عندي أعراض لنوبة قلبية شو ممكن نسوي أو كيف أعرف أن هذه الحالة شوي ممكن تكون خطرة نعم طبعا من الأعراض الشائعة للنوبة القلبية أن يكون ألم في منتصف الصدر أو في الجهة اليسرى من الصدر هذا الألم يعتبر مثل كأنه في بعض الناس يوصفوه أو الكلاسيكال أو كما يوصف في الكتب العلمية أنه مثل طابوقة أو مثل يقول لك المريض حس بشيء حد يالس عصدري أو طابوقة عصدري هاي من التبكة يعني مثل ما يقولون العراض المعتادة اللي مثل هالمرض يصاحب قليل من التعرق واللوعة بالإضافة أن الألم ممكن ينتشر مع تنميل إلى اليد اليسرى فطبعا في مثل هالحالات ننصح المريض على طول أو قريب المريض بالاتصال بالإسعاف وعلى فكرة هناك تعاون بشكل كبير بين هيئة الصحة في دبي وشرطة دبي وإسعاف دبي في كيفية التعامل مع هذه الحالات والإخوان في شرطة دبي وفي الإسعاف على علم كبير بهمية الوقت وشو الإسعافات الأولية حق هالمرضى مثل إعطاء الأسبريين الأكسجين يعطى على طول في سيارة الإسعاف في سيارة الإسعاف وسيارة الإسعاف مجهزة بعمل تخطيط للقلب وإرسال هذا التخطيط من سيارة الإسعاف إلى المستشفى فالطبيب يكون على علم بالمريض وبحالته وبتخطيطها قبل ما يوصل لمستشفى صحيح فطبعا في هالحالات ننصح باستخدام الإسعاف بدلا من أن نحضور المريض بسيارته أو الأقار بيجيبونا بسيارته يعني جميل يعني أول شيء ما تلازم تسوي تتصل في الإسعاف أو تتصل تسعة 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 هناك يعني هذه نتيجة مبادرة من مبادرات اللي أطلقها سيدي سموه شيخ نعم بنات المدينة الفريق الأخضر طبعا هاي كانت لديهم ثلاث مبادرات من ضمنها مبادرة الإسعاف الموحدة نعم وجزء من هاي المبادرة كذلك اللي هو فريق القلب يعني فيه تركيز كبير يعني والتوجيه من القيادة الرشيدة بالاهتمام بأمراض القلب لأنه مثل ما تعرف أخي محمود أمراض القلب هي واحدة من أمراض الشائعة الأمراض الشائعة وال السبب الرئيسي للوفاة في العالم تلاثين في لمية من سكان الدولة ومن سكان العالم يتوفون نتيجة أمراض القلب الجقارة طبعا واحد من أهم المسببات دكتور يعني الآن تكلمنا عن الأعراض اللي ممكن تصاحب لهذا لكن شو هي العوامل الخطر المتعلقة بمرض القلب والأوعية أو أمراض القلب والأوعية الدموية يعني أقصد بعوامل الخطر المسببات لأمراض القلب طبعا مثل ما ذكرت أخي محمود طبعا الزجارة واحد من أهم أو التدخين نحن نتكلم عن التدخين بشكل التدخين طبعا ما في فرق بين الزجارة أو المدواخ أو الشيشة كلها مخصة عن بعض يعني في بعض الناس يقول لك والله الحمد لله ودرت الزجارة حين بس شيشة يعني طبعا الشيشة الوحدة تعادل باكيت زجارة للعلم يعني أو أكثر وهي بناء على الدراسات قدمناها في مؤتمر القلب الأمريكي قبل أربع سنوات لأنها تجربة ترى أنا حية ترى واحد من الجماعة اللي في الستوديو عندها تجربة حية دكتور وترك التدخين بعد ما سوى عملية القلب فضل دكتور فطبعا التدخين هاي من في أمراض معينة وفي أسلوب حياة الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم السكري الكوليسترول وأسلوب الحياة طبعا اللي هو التدخين الأكل غير الصحي عدم ممارسة الرياضة هاي كلها عوامل خطورة تسبب أمراض القلب وطبعا احنا نشوف معدل عمر أصغر من الدول الأوروبية وأمريكا بالنسبة للجلطات القلبية عدنا بناء الدراسات اللي نعملت على مستوى الخليج أنه متوسط العمر في الخمسينات في الدول الأوروبية متوسط العمر تقريبا 64 سنة وهذا نتيجة سلوب بحياة وكذلك لانتشار السكري بشكل كبير والتدخين ذكرتني أنا واحد الأصدقاء الله يذكره بالخير دكتور تمشي ذاكري يوم في أحد الدول الأوروبية قال يا أخي هذين ما يموتون قلت له مو موضوع هذا عندهم نمط حياة صحي نعم عشان معدل الأمار عندهم عالي دكتور ثلاثين سنة هذا اللي سويت للعمل ثلاثين سنة يعني أعتقد يعني عمر جدا شاب في مختبر العمر يتعرض لجلطة في القلب هذا موشر سيء جدا عن الوضع طبعا المريض يعاني من سمنة مفرطة هد المايك دكتور لأنه يطلع الصوت تعرف دكتور قلبه قسطرة يدوات ما تقدر لا تتحرك خلاه هذا القلام عندك دكتور طبعا فش اسمه طبعا المريض يعاني من سمنة مفرطة مدخن عنده ضغب عنده سكر وللأسف مو ملتزم بأدويته ولا شي فهاي نتيجة يعني أمور كثيرة الحمد لله المريض وعدنا أنه بيترك التدخين وبيبدأ سلوب حياة وإن شاء الله نأمل يعني يلتزم يلتزم نازم يلتزم يعني يعني حرام ثلاثة سنة حرام هذا شي يذكرني بالنسبة الاعتماد الدولي لما جونا آخر مرة قبل ثلاث سنوات فلما عرضنا عليهم متوسط الأعمار وأنه فيه مرضى نشوفهم في العشرينات والثلاثينات طبعا المقيمين الأمريكان استغربوا كأنهم يعني حسيت في وجوههم أنه يعني خلع عنكم هاللواتة يعني والشذب يعني شوف العشرينات والثلاثينات وصادف في نفس اليوم سبحان الله بعد العرض التقديمي أنه أنه تصروا فينا من الحوادث والله أنه فيه مريض عمره ستة وعشرين سنة مدخن يعاني من أزمة قلبية لا حول ولا قوته لا بله دكتور أصغر أصغر مريض على جتوه كم كان عمره أصغر واحد يصيب بجلطة قلبية تقريبا واحد وعشرين سنة لا حول ولا قوته هذا يوم عمره كان مدخن على فكرة يعني هذا يأكل جقارة ما يدخن هذا يأكل جقارة عقولة تم تشمني كان شو يعني تشمني يعني هاي مثل المدخنة عموما دكتور يعني حديث معاك لا يمل نحن فخورين جدا بالإنجازات التي تحققت في مستشفى راشد وفي هيئة الصحة في دبي نتمنى لكم المزيد من الإنجازات في القادة من الأيام طبعا عيسى قال أنا أعاني من ضيق الوقت مش ضيق عشان تين حنقلنا ما نختم معاك دكتور تعطيني ثلاثين ثانية مع الدكتور عيسى ولا كلمة أخيرة خذت أكثر عن ثلاثين ثانية زي دكتور خمسة عشر ثانية كلمة أخيرة أحب أشكركم أحب أشكر فريق العمل أحب أشكر وأشيد بالقيادة الرشيدة التي كانت متابعة للحدث بدعمهم والطاقة الإيجابية التي أعطونا إياها قبل الحدث كذلك شكرا للجميع شكرا لك دكتور فهد باصريب استشاري ورئيس قسم القلب بمستشفى راشد وكل الشكر لمخرجنا إيسى سبيل وكانت معنا في التنسيق لخطة شواغ مسعد وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد عندنا استعراض لإنجاز آخر تحقق في هيئة الصحة في دبي فحتى حلقة الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر